امام عشور مواجه زي دي اول مواجه قدام فليه والقديم نادي الزمالك شايف امام عشور في المباراة دي هيظهر ازاي هيطلع كل قوته في المباراة دي لان طبعا قبل ما امام يروح القالكة للكلام والاقويل انه هو مش هيبقى زي مكان في نادي الزمالك ولا هيعمل زي نادي الزمالك انا شايف امام من اول مراحل النادي الزمالي يعني اما بدأ يعني مش امام شوية لكن المباراة جابته بقى من احسن لعيبة في فرقة النادي الزمالي وبيفرق مع النادي الزمالي فاتوقع ان امام هتلاقي شكل تاني خالص هو امركز تركيز مية في المية هو عايز يكسب طبعا وبطولة واول مباراة بقى اهل وزمالك فتبقى العملية صعبة جدا فاتوقع له يعني لا امام هيعمل مباراة قوي جدا وامام اللي احنا عارفينه هو لعيب كويس في لعيبة المباراة لزي دي تأثر عليها سربا جدا يبقى اشمركزين ويبقى مضغوط نفسيا ويبقى عصبي ومتعصب وفي لعيبة تانية لا بيطلع بقى كل المجهود البدني والعصبية دي باداء كويس امام عشور تتوقع هيعمل ايه في المباراة دي يعني امام عشور متهيائلي يعني يعني هو غير اللي هو فارق معنا امكانياته تسمح له اللي هو يعمل كل حاجة كريم في المباراة دي يعني امكانياته الفردية والبدنية لا تسمح له اللي هو زي ما الكابتن بيتكلم يعني هيطلع حاجات عنده لا انا عايز ازبط بقى اللي انا انتو بتتكلموا علي اللي انا سيبتوكو اللي انتو مش عارف انا تخليت عنوكو لا طب تعالوا في الملعب بقى نشوف القصة دي مع بعض فاكيد امام عشور هيبقى عنده حافز قوي قوي ده اللي هعملو برضو عبدالله السعيد كنت لسه هاجي لك بقى يعني انت برضو عندك حاجتين في المباراة فالناس كلها قعدة يعني انت عندك مباراة اهل وزمالك نهائك اسماص وعندك كذا مباراة بقى ايه ما بين اللعيبة الناس الجماهير عايزة تشوف وتحكم على عبدالله السعيد والناس عايزة تشوف وتحكم على امام عشور فالموضوع هيبقى مشوك والموضوع هيبقى جميل لأن كل واحد فيهم لأ ده لعاب كبير وده لعاب كبير فالاتنين عايزين يثبتوا وكل واحد عايز يثبت جدير إلا أنا جيت الزمالك والبست تشيرت الزمالك وأنا جدير إلا أنا البست تشيرت النادي الأهلي وكل واحدة كريم برضو ككريم في نقطة أنت بتلعب نهاية فبرضوك دي الموضوع هيبقى ده طولة مش مجرد نباراة وثلاث نقطة بالزبط يعني يعني أنت أهل وزمالك والجماهير هناك كل موضوع يبقى لا يعني أكيد في حاجات وراء الكواليس كده فالناس هتبقى عدم مستنياها طيب